اسمي إيميلي أرنولد وأنا المديرة التحريرية لنشرة الهجرة الكسرية وأود أن أرحب بكم هنا وشكرا لصبركم وأنا أعرف أننا تأخذ ذاقيقتين إن انضمت إلينا الآن من فضلكم إذن عارفوا عن نفسكم في خانة الدردشة ويمكنكم أيضا أن تطرحوا الأسئلة للمتحدثين في أي وقت وسوف نختار بعض الأسئلة للإجابة عنها خلال جلسة الأسئلة والإجابات وفي نهاية اجتماعنا اليوم إذن أولا أود أن أشكر كل الذين انضموا إلينا من أشخاص ومنظمات الذين من دونهم لما تمكننا من نشر هذه النشرة ولسيما المستشارون ماليكودان وداريا أوسكال ومن دونهم لما تمكننا من القيام بنشر هذا العمل ولسيما منظمة العمل الدولية والمفاوضية السامية هم متحدة لشؤون اللاجئين وشكرا لكل من راجع هذه النشرة والمراقبين والكتاب إذن قبل أن نبدأ لدي بعض الأعلانات إذن كما رأيتم إن النشرة لديها لديها إذن تصميما جديدا وإذن لدينا موقع جديد تم تصميمه لكل الذين يعانون من دوي الإعاقات وهذا يعني أننا سوف نتابع هذه التغييرات لتحسين موقعنا خلال الأشهر القادمة ونود أن نسمع منكم إن كان لديكم أي مشاكل من فضلكم علمونا بذلك وأرسلوا لنا بديدا إلكترونيا وأكتبوا أيضا في خانة الدرلشة كما أنه لدينا تصميم جديد لمنشوراتنا وهي بعنوان التطهيل الرقمي والهجرة وهدفها أيضا تعزيز الشمول والإدماج كما أننا سنقوم بتغييرات إضافية في الأشهر القادمة وذلك لكي نحسن تصميم وأيضا أن تكون أسهل على الكراءة والفهم ويكون لدينا عدد أكبر من الكراء ونهاية إن عددنا الجديد لنشرة الهجرة القصرية وهو العدد الثالث والسابعين سوف يصدر هذا الأسبوع وبعد شهرين أو في أكتوبر التشرين الأول سوف ننشر النسخة الجديدة من نشرة الهجرة القصرية حول الاستجابة المالية للهجرة وهنا سوف نتحدث عن استجابة التمويل والأدوات الجديدة التي تقدمها الدول المانحة وفي نهاية هذا الشهر إن المديرة التحريرية أليس فليبس سوف تعود من عطلة أو إجازة الأمومة ويسرنا أن نعود ونرحب بها كمديرة تحريرية لصحفتنا وبما أننا وصلنا إلى النسخة الثالثة والسبعين لنشرة الهجرة القصرية يسرني أن أعرفكم بتينا مارتينيس وهي أيضا من المفوضية السمية لشؤون اللاجئين للمتحدة وأيضا زلوم أفلا من مناصمة العالم الدولي العمل الدولي زينة الكلمة لديكي مرحبا اسمي زينة وأنا من المفوضية السمية لشؤون اللاجئين ويسرني أن أكون معكم لأتحدث عن هذا العمل وهو الإدماج الرقمي وهنا نتحدث عن أنظمة الإنسانية لتفاعل مع الأشخاص وتسهيل وصول الخدمات وبما في ذلك شمول والإدماج الرقمي للاقتصاد الرقمي ولتقديم فرص وحلول مستدامة ونحن نعرف أننا اليوم وأكثر من أي وقت كان نحن بحاجة لأن نكون متبطين بالشابكة وفي العام 2022 إذن بدأنا استراتيجية التحول الرقمي ونحن نعرف أن هذه التكنولوجيا بالمرة الأولى تؤثر على حياة اللاجئين وذلك في إطار العلم العمل ونحن نركز في عملنا على خطاب الكراهية والمعلومات الأخرى وكل ما يتضمن أجد المعلومات الخاطئة وبالتالي نحن نضع لولوية لتقديم الفرص المتساوية ولكل الأشخاص لكي يستخدموا التكنولوجيات الرقمية وذلك في التواصل مع المعايير الجديدة وكما أننا نعمل مع الحكومات والكتاع الخاص لتعزيز مبادئ حماية المعلومات الخاصة ونحن أيضا نحن نعرف أن الإدماج الرقمي هو بعض بغاية الأهمية ولذلك نحن بحاجة لاستجابة لمواجهة التحديات ومن ذلك نحن نعرف أن غياب الكفاءات وعدم إمكانية الوصول إلى الاختية التي يمكن الاعتماد عليها والخدمات المالية وكل ذلك يعرض لمخاطر مزدادة إضافية ولذلك نحن وبفضل الرؤية الجديدة يمكننا أن نخطى طريقا جديدا جديدا للشمول الرقمي ونتخلص من العوائق والتهديات ومن خلال توسيع أنشطتنا نحن نعمل مع منظمة العمل الدولية ونحن نقوم أيضا بدعم الجهات الفعيلة المختلفة لنوفر الفرص للاجئين لكي يتمكنوا من الحصول والانتمام إلى الاقتصاد الرقمي ونحن أيضا نعزز إمكانية التواصل وذلك لتوفير الإنترنت لأكثر من 20 مليون شخص من المهجرين قصريا ونحن نعرف أنه من خلال هذه النشرة الهجرة القصرية يمكننا أن نقدم الدعم لثلاث نواحي يمكن التركيز عليها وذلك من خلال المناقشات والتفكير النقطي والتعاون وذلك من خلال تشارك المعلومات ولكي نستفيد من الفرص المتاحة ونتمكن من مواجهة المخاطر إذن يسرنا أن نشارك في هذه الجلسة ونتطلع كدما لكي نتخذ الخطوات اللازمة لكي نعزز الإدماج الرقمي للأشخاص ولسيما أولئك المهجرين قصريا شكرا جزيلا أمل أن يكون صوتي واضحا إذن أولا شكرا جزيلا على الداوي اسمي زلم أبيلا وأنا متخصصة في استراتيجيات التوظيف في الاقتصاد الرقمي كما أنني أتعاون في تنفيذ فرص لمشروع ممول من حكومة هولندا ونعمل على التعزيز والشمول وحماية مراكز المهاجرين في الاقتصاد الجيج وبالتالي سعيدنا أن نشارك في نشرة اليوم ونحن ننفذ هذا المشروع بالاشتراك مع المفاوضية الشؤون للاجئين وأود أولا أن أعيد ما قلته من الـ UNHCR وأعرب عن الملكة في هذه النشرة نشرة الهجرة القصرية التي تركز على الاترابات الرقمية والهجرة وأيضا يسرنا أن نرحب بالعمل مع الباحثين وغيرهم الذين شاركوا في هذه النشرة وأود أن أرحب بيئة الجديدة التي قدمته لنا زميلتنا إيميلي إذن أود أن أضيف أيضا أن الهجرة تتزايد في العالم في العام 2023 أكثر من سبعين شخص في العالم سبعين بالمئة قد تهجروا بشكل قصري وهناك أعمال موازية يمكن أن نرق منها والرقمنا تزيد أيضا وهناك فرص متزايدة ومتنامية وفرص عمل أيضا متنامية في العديد من الدول وبالطبع أن تقديم سنتيجيات التي يمكن أن تدعى متخذية السياسيات لوضع أطر تنظيمية لتنظيم هذه التكنولوجيات المهمة جدا ونحن نعرف أن الرقمنا يمكن أن تدعى فهذا أيضا بغيرة الأهمية وفي هذا المنظر فإن منظمة الدولة ترحب بالأفكار الجديدة والأبحاث الجديدة التي تدعم المقاربات الجديدة التي تعزز التحول الرقمي والإدماش أو الشمول الرقمي والعديد من هذه الأصوات والبرامج أيضا هي تتوافق مع عمل منظمة العمل الدولية ونحن نقوم أيضا بعمل لتحديد بمسح المناطق الهامة التي أيضا تتوافق مع عمل منظمة العمل الدولية والعمل الذي نقوم به على المستوى المحلي وهذه تتضمن تسهيل الوصول إلى العمل الرقمية وتعزيز الكفاءات ووضع الممارسات الأخلاقية تعزيز الممارسات الرقمية وأيضا وضع الخوارزميات اللازمة للزكاء الاتناعي وفهم الأشكال الجديدة من العمل وتنظيم عملية التوسع هذه عبر المنصات الجديدة والتيما العمل عن بعد وهنا أيضا نطالب بوضع مبادئ أساسية فعالة للعمل وأيضا الحق بالتفاوض والاعتراف بالحق بالعمل واليوم أود أن أدهوكم لمتابعة العمل التحضيري الذي تكم به منظمة العمل الدولي وذلك من أجل وضع المعايير اللازمة لدعم منصة الاقتصاد وهذا سوف يحصل أو يتم إطلاق هذا المشروع في مؤتمر منظمة العمل الدولية الذي سوف يعقد في حزيان في الشهر المقبل شكرا إذن أعتذر إذن بقي لدينا نقطة مهمة جدا على جدول أعمالنا إذن إن كنتم بحاجة للترجمة اليوم من فضلكم استخدموا الترجمة وذلك من خلال النقر أيقونة الكرة الأرضية في أسفل الصفحة إذن شكرا جزيلا والآن يسرني أن أعطي الكلمة لأحد مستشارين الخبراء في هذه النشرة شكرا لك إيميلي شكرا إيميلي الذين يدعمون الشمول والاندماج الرقمي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي للاجئين نحن ندعم المبادرات التي يعمل عليها العاملون في هذا القطاع ونتعامل مع اللاجئين بشكل يومي ثلاث من أهم المبادرات نتعرف من خلالها عن التحديات والفرص التي تواجههم للمهجرين قصرا في القطاعات المختلفة نحن نريد أن نسمع من الكتاب والمؤلفين الأساسيين بخصوص هذه المسألة نسمع بداية من جيزيل كونزالس وهي مؤسسات ومديرة إيكوال ريج وهي تعمل لسنوات طويلة مع المجتمعات الذين ضمن سياق التهجير القصري وهي تحاول أن تبحث فرص العمل في المعيشة الرقمية للاجئين وكذلك أيضا أن يكون هناك سوق للعمل الحر عادل لهم وهي فائزة بعدة جوائز للمبادرين الاجتماعيين وهي تشجع أيضا على الخبرة وزيادة الخبرة والتعلم والمهارة في هذا الموضوع وثانيا أيضا أرحب بمشروع شيفا شيفا الذي يعمل على مشروع الروهينجا في ضمان استخدام التكنولوجيا لدعم بناء المهارات وفرص التعلم وهو دكتور وباحث في مدرسة الدراسات الدولية في سنغفورا وهو يعمل أيضا على حالة الهجرة وسياق حالة الهجرة في باكستان وفي ماليزيا أيضا أمير شيفا يعمل مدير البرنامج الدولي للتحويل الرقمي وسيخبرنا عن ضرورة والدور للتحويل الرقمي ووصول المعلومات على الإنترنت في هذا المجهود لنبدأ بداية بأول سؤال لمتحدثينا هل يمكنكم أن تخبرون أكثر عن التكنولوجيات التي يستخدمونها ودورها التكنولوجيا الرقمية في ردم الهوى في مجال عملكم وتأثيرها على حياة اللاجئين سأبدأ بداية مع جزيل شكرا لك لماري وشكرا لإستمادتي نحن بداية كالسوق يجمع الفرق الماهرة من اللاجئين والذين يعملون بعمل حر فريلانس مع الموظفين والشركات التي ترغب بأن توظفهم بي وتمنحهم الأجرة المناسبة للعمل وعقود العمل معهم نحن بهذا أن نحاول تجاوز الحواجز التي تمنعهم والفجوة الكبيرة بالأجرة التي تفصلهم عن أقرانهم هناك الكثير منكم من الذين هم يعرفون ومعتادون على هذه المهارات التي نحتاجها في تلك المساحات لكن بالشكل العام لدينا الصوت فيه مشكلة متقطع يمكنكم قراءة عددنا الجديد للتحول الرقمي والنزوح من نشرة الهجرة القصرية أعتذر أعتذر جزيل هناك مشكلة مشكلة في الصوت الصوت غير واضح أبدا هل يمكنك أن تتأكدي من الاتصال ربما ننتقل إلى السقيق وبعده يمكن أن نعود للإجابة على السؤال من حضرتك شكرا شكرا لكم جميعا شكرا لهذه الفرصة ولنشرة الهجرة القصرية لإعطائه المنصة الحديث اسمي ساقب شيخ وأنا أقدم عمل زملائي أيضا وهو زميلي المؤلف في هذه الدراسة وهو زميلي في مشروع الروهينغا وأسسنا معا هذا المشروع وكما ذكرت ناري نحن نستخدم التكنولوجيا للتعامل مع الحالة أو مشاكل انعدام الجنسية والهوية لمهجرية الروهينجا ومن الأمور التي نتعامل معها كمبادرة هو أن نحاول أن نستعيد الأرشيف التاريخي للروهينجا ومن أهم المشاكل التي تواجهنا وعقبة تواجهنا هو أن الروهينجا ضحايا لإبادة جماعية يتعرضون لها وهناك تأثيرات خطيرة لإنسانية لهذه المجازر لكن أيضا هناك تأثير ثقافي ومحي لثقافة الروهينجا وهويتهم لذلك ما نحاول أن نقوم به أن نحافظ على التراث والإرض التاريخي للروهينجا من خلال الوثائق والتوثيق من عدة طرق والمواد التي نقوم بتوثيقها حتى لا تفقد أو تدمر ومن خلال مشروعنا التجريبي البدائي للبيلوت قمنا بعمل أرشفة على نمط أو باستخدام تكنولوجيا البلوكتشين أو يعني السلاسل البلوك المستقلة التي تقوم من خلالها طبعا كما تعرفون أنه لا يحتاج لمركزية التخزين ومركزية التحكم فالتالي نكسر هذه المركزيات نحن خلال أجيال قليلة الكثير من الروهينجا الذين استطاعوا الوصول إلى هذه المواد بعد فقدانها يستطيعون من خلال أقربائهم مثلا أن يتعرفوا على يعني أن تلاحظوا المحوى الثقافي وأن يتعاملوا معه من خلال مبادراتهم الخاصة فهذه مجرد ملخص لما نقوم به ويمكنكم تعرف على المزيد من خلال قراءة المقالة ننتقل إلى أمير شكرا لكم جميعا وسأختصر هنا ما نقوم به في NRC نحن نتخصص بتأمين المساعدة والإغاثة للسكان بتأمين محامين محليين يركزون على الخبرات والمهارات المتعلقة بالقانون عند المهاجرين وعند المجتمعات المستضيفة لهم ونلاحظ أن هناك طلب متزايد وكبير جدا لهذا النوع من العون القانوني والإغاثة القانونية ولا يوجد ما يكفي من المساعدة فيها ما نحاول أن نقوم به أن نقوم بالتحويل الرقمي بأن نوسع وصولنا من خلال منصة وأن نبني أدوات تسمح لمقدمي الإغاثة وعمال وتقديم الإغاثة الإنسانية بأن يأرشفوا المعلومات رقميا وأن يستطيعوا الوصول إلى المعلومات اللازمة من أي مكان وفي أي وقت باستخدام الاتصال بالإنترنت وأن نصمم بعض الأدوات التي يمكن استخدامها على الإنترنت لتقلل اعتمادية المجتمعات على العمال الإغاثة والمساعدين في تقديم الإغاثة وبالتالي ما يسمح بالتواصل بشكل أسهل مع المجتمعات السكانية المستهدفة بلنا وفي المناطق التي يصعب الوصول إليها مثلا بعض المناطق التي يحصل عليها الناس على المعلومات فقط من منصات التواصل الاجتماعي وتنتشر فيها الكثير من المعلومات المغلوطة والشائعات التي تؤثر عليهم بشكل سلبي إذن هذا بشكل مختصر كيف نحاول أن نستخدم التحول الرقمي لتقديم الخدمات لمجتمعات السكانية المهجرة نحاول أن نعود إلى جزال لنحاول مرة أخرى مع الصوت إذا كان الصوت أفضل الآن وإذا كان بإمكانك تفسير أكثر قليلاً عما تقومون به جزال ماذا تقومون في إيكوال ريتش؟ هل تسمعوني بشكل جيد؟ نعم لكن إذا فقدنا الصوت إذن سنضطر للتوقف نحن إيكوال ريتش هو مساحة أو جزء من التجارة العادلة تصل طالبي العمل من اللاجئين والمهجرين قسراً من العمال الأحرار أو الثريلانس مع الموظفين بتنظيم الوصول إلى البنك والدفع الأجرة والحصول أيضاً عن طريق أن يتم مقابلتهم ووضع عقود بينهم وأن يكون لديهم القدرة إذا لم يكن هناك مجال لتوقيع عقود قانونية بأن يكون هناك قدرة على التفاوض قانونياً للحصول على حقوقهم لأنه لا يوجد أي نظام يحمي الأضعف في هذا الاقتصاد الرقمي لذلك من المهم أن يكون هناك تقديم القيمة العالية للأعمال والشركات بالمقابل أن نستطيع أن نستثمر المهارات العالية الموجودة لدى الثريلانسر أو المعاملين الأحرار هذا الدعم ليس دعم رقمي بل دعم أيضاً في عملي بتطبيق بالتواصل معهم عن طريق العقود وعن طريق إيصال الأجور والمدفوعات وأيضاً تجميعهم معاً وأيضاً حتى زيادة المهارات الرقمية لديهم كفريق وهذه لا يخرجون منها فقط بشهادة نظرية بل أيضاً تعطيهم مهارات عملية يستطيعون استخلامها وأن نستطيع من خلالها أن نربط الفرق من المهجرين المهرة مع الفرص المتاحة لهم في العمل شكراً لك جزيل والآن أعتقد سمعناك بشكل واضح شكراً لك أن تقل إلى السؤال الثاني وهو ما هدف هذا المشروع بتحسين حياة الناس بأن يكون لديهم حياة وهوية حفاظ على الهوية والمعيشة ويكون هناك هذه التقنيات أحياناً تتعرض لمشاكل مثلاً فقدان التواصل أو فقدان التمثيل للاجئين هل يمكنكم أن تشعرون بإعطاء أمثلة عن ذلك؟ مما فيها العوامل التي تحد من التواصل والقدرة على الوصول للإنترنت والأممية الرقمية وصعوبة استخدام بعض الأدوات الرقمية وكيف يمكن أن تستطيعوا من خلال تجاوز هذه العقبات أبدأ معك جزيل أذن سأبدأ بما أراه أنا بأن هناك توثيق لكثير من البرامج المدعومة والممولة لدعم المهجرين قصراً والتحدي الذي أراه هنا بأنه آخر الميل الأخير أو الخطوة الأخيرة هي الصعبة حيث أننا نحاول أن نحرص على أن يكون الناس لديهم وصول رقمي لكن عندما نتحدث عن شخص مثلاً لديه وصول رقمي كيف نتأكد من أن لديه مزود بالمهارات اللازمة ليستطيع من خلالها توليد المهارات أو توليد المعيشة اللازمة من هذا الموضوع أنا كنت موظفة سابقة في أمازون وأنا انطلق من هذا الإطار بالعمل عكساً من هنا نريد أن نرى ما هي حاجة وأنواع العمل المتاحة في السوق ما هي التي لها طلبات وما هي المهارات المطلوبة لتلك الأعمال ليس فقط المهارات المطلوبة بل أيضاً كيف يمكن لهؤلاء الأشخاص الوصول لهذه الفرص نحن نقوم بتطوير هذه البرامج أو برامج تطوير التي يعملون عليها للتوظيف يكون هناك فجوة نجدها نجد الكثير من فجوات صغيرة التي سهل جداً ردمها باستخدام مثلاً مهارات الفريق إدارة المشاريع وتنمية ذلك وأن تشهيز الفرق بشكل يمكنهم من التواصل والتعامل مع الزبائن والشركات وأيضاً مراقبة الوقت وهذه الأمور البسيطة التي هي تكون في الخطوة الأخيرة فقط للحرص بأن الناس جاهزين وحاضرين يستطيعون أن يقوموا بعمل مستدام يدعمهم ويعمل معيشتهم ومعيشة مجتمعاتهم ضمن هذا الاقتصاد الرقمي شكراً لك جزيل ننتقل لسقيب إذن بخصوص الحواجز نحن طبيعة عملنا بأن نتعامل مع المسؤولين في أرض الواقع من المجتمعات في مناطق مختلفة مثل المملكة العربية السعودية وماليجيا ماليزيا والكثير من المواقع مثلاً والمخيمات في بنغلاريش مثلاً يكون هناك الكثير من الناس الذين يطلبون أو يحاولون طلب اللجوء ولكن لديهم آخر ما يمتلكونهم من وطنهم من أكبر العقاب التي نواجهها في السنوات الأخيرة هي الوصول للإنترنت الوصول للإنترنت جداً محدود في المخيمات حتى تغطية الموبايل غير متوفرة في المخيمات وفي الكثير من الحالات نرد نجد أنه يصعب على بعض المسؤولين الذين يعملون فيه على أرض الواقع أن يتواصلوا مع بعض أعضاء المجتمع أو إرسال بعض الوثائق والمسنرات المهمة جداً والحفاظ عليها لحصول على تلك هذه الوثائق مسحها رقمياً وإرسالها أحياناً يكون صعباً جداً حتى في وضعنا هذا والأوضاع في المخيمات تتدهور للأسف فنحاول أن نجد بعض المقاربات الآمنة والإبداعية للتعامل مع هذه المسألة وهذه من المسألة التي تكون متواجهة حالياً وأيضاً هناك نوع الموبايل ونوع الماسح الضوئي وقدرة على مسح بعض هذه الأمور والوصول إليها في تلك المناطق شكراً نمير إذن بالنسبة لنا نحن نقدم إذن المساعدة القانونية والعديد يأتون إلينا للحصول على الخدمات الشخصية وفي بعض الحالات نذهب إلى المجتمعات ومراكز المجتمعية والمعابد الكنائس والمساجد وغيرها وبالتالي هكذا ننفذ مشاريعنا ونحن نقوم بتقديم هذا التحول الرقمي ومن دار نحن يمكننا الوصول للعدد أكبر من الأشخاص بطريقة أقل كلفة ولكن نحن نعترف أيضاً أن المجتمع والهدف هدفنا الذي نحاول أن نصل إليه من خلال هذه الطرق الرقمية تختلف أو قد تكون مختلفة وفي الواقع نحن نعرف أن الأشخاص الأضعف لم يكن لديهم إمكانية الوصول إلى الإنترنت التي تتطلب والأدوات الرئيس التي نقدمها إذن كيف يمكننا أن نواجه هذا التحدي نحن نريد أن هناك تقفق الوسائل المختلفة التي نعتمدها لكي نتمكن من الوصول إلى هذه المجتمعات المختلفة وبالتالي نحن نعتمد على هذه المقاربات المتكافئة لكي نضمن كيف يمكن أن يكون هناك التوازن بين الطريقتين العمل المختلفة وبالتالي يمكن أن نوفر المعلومات للأشخاص الذين ليس لديهم وصول إلى الإنترنت وحتى نحن نأمل أن هذه الطريقة الرقمية يمكن أن تخفض العب على موظفين حتى وحتى أن 20 و30% يستخدمون الإنترنت ويستخدمون المعلومات هناك معلومات إضافية وبالتالي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل أكثر تعقيدا وهناك المجموعات الضعيفة التي يمكنها أن تصل إلى الحلول الجيدة ونهاية نحن نعرف أن المعرفة الرقمية منخفضة وذلك لأنه لم يجد أن هناك حلول رقمية بالقيمة المضافة وأنا أعرف مثلا أنني أدركت أن قيمة تنزيل تطبيق على هاتفي من مصرفي فلم يكن لدي مثلا لم أكن بالجهد المناسب لأتعلم كيف يمكنني أن أستعمل هذا الحل الرقمي وبالتالي علينا أن نعزز هذه المعرفة الرقمية لكي ندعم الأشخاص على التعلم أيضا وإضافة إلى موضوع الاتصال بالإنترنت وتقوية موضوع الاتصال لكي يتمكن الأشخاص المترقلين من الوصول إلى الإنترنت في هذا السياق المختلف شكرا جزيلا لم أكن لكم في البداية إن كان لديكم أسئلة من فضلكم أكتبها في صندوق أو خانة الدردشة وسوف نقرأها ونختار بعض الأسئلة لكي نجيب إليها وأن لم نتمكن إجابتي على كل هذه الأسئلة فسوف نطرحها على المتحدثين إذن لنقتم ونعطيكم الوقت لطرح الأسئلة في كل من هذه المبادرات التي تم وصفها يبدو أن الهدف النهائي بالنسبة للاجئين والنزحين قصرا هو أن يتم عملتهم بكرامة واحترام وعدالة ومساواة إذن ما الذي ينقص في هذا القطاع لكي نجعل التكنولوجيا قادرة على تحويل حياة اللاجئين إذن من فضلكم كنوا مقتضبين بأسئلتكم إذن ما هي المبادرات والقبرات اللازمة إذن جزيلا نبدأ معك أعتقد أن ما نركز عليه هو أن نحاول نعيد تكرير المشاريع الموجودة وأن نسد الفجوة على مستوى بناء الكدرات وعلى المستوى التنظيمي ونحن نحاول أن نحدد المنظمات الأفضل التي تعمل والتي لديها مواهب يمكنها أن تساعدنا على تنفيذ مشاريعنا وبالتالي نحن نركز على بناء كدرات أشخاص الذين يعملون معنا وبالتالي يمكن أن نشجع الأشخاص لكي يتعلموا وأن ينضموا هذه المشاريع وأن يتقاضوا أجرا وهذه هي الطريقة التي تساعد الأشخاص على العمل والوصول إلى فرص العمل إذن إن أهمية بناء الكدرات هي الأولوية بالنسبة لنا ونحن ندعو الشركاء ومنهم المنظمات غير الحكومية أو منظمات اللاجئين وغيرها من الشركات الداعمة لكي يساعدونا وأيضا لكي يكون هناك تطوير دائم للمستندات والمعايير وأن يكون هناك اكتراحات لوضع التسعيرات وأيضا للمناقشات والعمل الجامعي مثلا إن كان هناك أشخاص من أصحاب الأعمال الحرة يعملون في سوق عمل فهم يعرفون أنهم سوف يواجهون العديد من الآخرين ويتنفسون معهم وبالتالي ينبغي أن يكون هناك المهارات المتوفرة لكي يتمكنوا من أعمال في هذا المشروع والإفادة من هذا المشروع من خلال تقاضي أجرا مقابل عملهم شكرا جزيل زكي نعم هذا سؤال مثير الاهتمام لأننا عندما كنا عندما نعمل مع الروهينغا فليس من الضرورة أننا نعمل مع طالبي اللوجوء أو اللاجئين ولكن نحن أيضا نتعامل مع ناحية مهمة جدا أو مجموعة من الأشخاص لم يتم توصيقها ولا سيما أننا نعتبر أن الكثير من هذه المواضيع تشكل مشاكل وبما أن المشكلة الأساسية بالنسبة لمجموعة الروهينغا هي الهوية فنحن ركزنا في هذه النشرة نشرة الهجرة القصرية على التعامل مع هذه الناحية المرتبطة بالهوية وبالتالي إن منظار الإنسانية الغربية تعنى بالتركيز على مواضيع الخصوصية وحماية البيانات وأيضا الناحية القانونية ولكن هناك أيضا الناحية مرتبطة بإمكانية حصول الروهينغا على المراقبة معلوماتهم الخاصة وبياناتهم الخاصة وبالتالي كل ذلك يرتبط بحالة الروهينغا والعلم معهم وحماية وحماية معلوماتهم وبياناتهم وأيضا موضوع إدارة الهوية والمواضيع المرتبطة أيضا بيانات المحددة والمعلومات الشخصية ومعلومات التي يتم توفيرها لبعض المؤسسات وبالتالي نحن نحاول أيضا أن ندير هذه المواضيع وفي بعض هذه الحالات أن هذه المؤسسات لديها موقع السلطة على مجموعة الروهينغا وبالتالي نحن نحاول أن يكون لك بعض العوامل التخفيفية لبعض الحد ولسيما فيما يتعلق بالبيانات والأنظمة إدارة المعلومات الخاصة والمعلومات المرتبطة وكل هذا المشروع حساس للغاية ونحن نشعر أننا بحاجة للتركيز على حفظ هذه الحقوق وحقوق مجموعة الروهينغا ولسيما في وضع العدم الانعدام الجنسية الذي يعانون منه شكرا جزيلا شكرا أردت أن أتحدث عن تحديين إذن الآن انطلقنا لدينا عمليات مباشرة في خمس دول مختلفة والتحدي الأكبر في هذا المشروع بالنسبة لنا كان التكنولوجيات والبرمجيات إذن لم يكن البرمجيات والتكنولوجيات وإنما تغيير طريقة التفكير والذهنية في المنظمات والذي سيما فيما يتعلق بالملكية الملكية الملكية المعلومات وأيضا توفير المعلومات بشكل مجاني على الإنترنت وتوفير وتطوير المهارات وذلك على القنوات الأونلاين أو الإنترنت وإذن التحديات تكمن داخل المنظمات في العديد من الأوقات وهي أن تغير طريقة عملها وذهنيتها ولذلك بدأنا أن نوظف أو نستخدم مهارات جديدة وأيضا أن يكون لدينا خبراء في التواصل وفي تسويق الأونلاين وبدأنا أيضا بتحديث المعلومات وأن يكون هناك قنوات على وايكيبيديا ويوتيوب بهدفي جعل هذه المعلومات متاحة مجانا للأشخاص وبالتالي أعتقد أن أهم حققناه في هذا المشروع في هذه البدان الخمسة لم يكن موضوع البرمجيات وإنما جعل هذه المعلومات رقمنات هذه المعلومات لجعلها متاحة لأكبر عدد ممكن من الأشخاص أما الجزء الثاني الثاني من التحدي فهو استخدام المؤشرات التقليدية لقياس أثر المشاريع التي نقوم بها ومن الصعب أن نقيس أثر المعلومات التي لم تقد إلى تأمين هذه المستندات أو ضمان أمن هذه المستندات أو عدد الأشخاص الذين يريدون أن تبقى هويتهم غير معروفة عندما يقدمون المعلومات عبر منصتنا إذن هذه بعض الأمثلة عن كيف أن هذه المشاريع المبتكرة والرقمية تواجه بعض التحديات ولسيما فيما يتعلق بتغيير العمليات التقليدية وتقديم موضوع الرصد والإبلاغ وقياس الأسر إذن كانت هذه التحديات الأساسية شكرا جزيلا إذن أنا أنظر إلى الأسئلة المطروحة في حانة الدردشة وسوف أبدأ بقراءة بعض الأسئلة إذن هل ترين الأسئلة التي أرسلها لكن نعم هناك عدد كبير من الأسئلة وسوف أبدأ مباشرة بقراءة البعض منها إذن السؤال الأول نطرحه على شكيب إذن ما هي المخاطر السياسية التي تواجهونها في عملكم فقد تحدستم عن سرعة الإنترنت المحدودة كلا كلا عفوا إذن سؤال لك ولكن هناك سؤال آخر هو مشكلة الإنترنت التي غير المتوفرة للاجئين وهل يمكن أن تقدم لنا معلومات إضافية عن سياق حيث يستخدم لاجئون الروينجا الإنترنت في المخيمات نعم فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى الإنترنت في العديد من المخيمات هناك مشكلة ولسيما بسبب القرارات التي تخذتها السلطات لعدم سماعها عدد كبير من المخيمات من الحصول على الإنترنت وبالتالي هناك مناطق محددة يمكن الحصول عليها على الإنترنت من موفري الإنترنت المتحين أو المتوفرين ولكن هناك أشخاص عليهم أن يخرج من المخيمات إلى أماكن أخرى حيث يمكنهم الحصول على الإنترنت السريع إذن هذه الظروف يمكن أن تكون مسهلة وفي غير الظروف قد تكون مشددة أكثر وذلك بحسب السياسات المطبقة ولكن بالشكل عام أقول إن بدأت هذه التشديد بدأت عمليات التشديد مع جائحة كوفيد وقد استمرت وفيما يتعلق بمؤسسات الاجتماعية القائمة على التكنولوجيا ما نحاول أن نكون به ألا يتوافق عملنا مع الحكومات وذلك لكي نقول تضامننا لمجتمع الروهينجا وفي ماليزيا مثلا رأينا أن هناك شعور مضاد للمجموعة الروهينجا وقد زادت الحكومة الضغوط على جماعة الروهينجا وقد وضعت الحكومة بعض السياسات لإدارة المخايا نحن نفضل العمل مع الكطاع الخاص بدل العمل بالسياسات التي قد تتغير بحسب تغير البيئة سؤالي الآن موجه لأمير إذن كأن مجلس النرويجي للاجئين يحاول أن يواجه هذه السياسات بالأثر مثلا هل يمكن مثلا كيف يمكن للسياسات سياسات هذا المجلس النرويجي أن تأثير لسياسات السلطات بمصادرة الأجهزة الرقمية للاجئين في المخيمات نعم لدينا عملية كاملة للتعرف على المخاطر والتعامل مع الإجراءات للتعامل معها والتفاوض مع السلطات المحلية لأخذ قرارات لا علاقة بالمشاكل والمنصات الرقمية وغير رقمية والوصول إليها ببعض المخيمات مثلاً في كولومبيا والأمريكا اللاتينية وفي أوكرانيا مثلاً كان هناك عبارة عن أكشاك رقمية في بعض مناطق اللجوء والمخيمات اللاجئين لتسمح لعدد كبير من اللاجئين بالوصول إلى المنصات الرقمية بالتنسيق مع مديرية المخيمات والسلطات لكن هذا أحياناً لا يكون دائماً ناجحاً أحياناً يكون خطر كبير على أعضاء طريقنا بإطلاق مثل هذه المنصات الرقمية إذا كانت الحكومات المحلية غير مرتاحة بحصول مثل هذا التواصل المباشر مع اللاجئين ووصول مباشر لاجئين هذا مثل كل مشاكل الوصول الأخرى قيد التفاوض وتقييم المخاطر وتحليل ذلك بشكل أساسي سؤال إضافي لك جزيل كيف تتعاملين مع دفع الأجرات بشكل دولي دفع الأجرات للاجئين الذين يعملون مثلاً بشكل رقمي التعامل وإدارة هذه المدفوعات هو أن لا يكون هناك دفع مثلاً من عرف إلى باء لكن بأن يكون هناك تضاعف لوصولنا بالتعامل مع منظمات كثيرة لديهم الوصول والتواصل على أرض الواقع يعني تماماً كيف هي طرق الدفع الأجرات التي تكون لها فعالية ويفهمون كيفية الوصول إلى المصارف والحسابات المصرفية وكيفية التعامل بالقوانين والتشريعات المحلية أكثر أكثر مننا نحن نقوم بتخفيض العواقب وإزالة العواقب لدخول الناس إلى هذا المجال وأيضاً مساعدة الشركات والأعمال على تسهيل الدفع مثلاً إذا كان هناك مثلاً لاجئ يعمل بشكل حر مثلاً في كوكمار أو دداب في شرق أفريقيا مثلاً هذا قد يكون يعني قد ينظر إليه بدايةً كأنه خطر على العمل بهذا المشروع أو لهذه الشركة لكن عندما نقوم بشركات عالمية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والتحاري الأوروبي بالتعامل والعمل معهم وتنظيم العمل مع هذه المنظمات والاستنتاج الطريقة الأفضل التي يمكن من خلالها لهذه المنظمات أن تتعامل وأن تدفع بشكل قانوني وبشكل عادل مجهود وأجرة هؤلاء الأشخاص ويتم تعقب أيضا نتأكد أن هذا المبلغ الذي دفعته المنظمة أو الشركة يصل فعلا لمستحقه بشكل فعلي بشكل كامل وفي الماضي الحقيقة إذا لم يكن هناك أي وسيط يستطيع أن يحاول أن يجل طرق التي تسهل عملية الدفع للأعمال الحرة ولأصحاب الأعمال الحرة نجد أنهم عادة يتجنبون ذلك الشركات تتجنب في هذا المجال ولخمس سنوات كنا نقوم بمشروع تجريبي لذلك أحيانا تكون هناك طريقة الدفع أحيانا تكون مثلا يقوم بحضر يقوم بحضر طريقة الدفع المباشر من حسابنا لكن أحيانا نكون هناك طرق قانونية أخرى للتعامل بذلك مثلا أن نقوم بعمل حساب AirBnB لإستجار البيوت لأهداف العطلات ونقوم خلاله مثلا بإيصال الدفع بهذه الطريقة هناك الكثير من حواجز وهناك الكثير من طرق للتعاون والعمل على حالهم لدينا الكثير من الأسئلة شكرا لجوابك لكن لسوء الحظ نحن لدينا خمس دقائق حتى نهاية الوقت لذلك نحاول أن ننسخ كل هذه الأسئلة ونرسلها إليكم جميعا وإذا كان لديكم أي أسئلة إضافية يمكنكم خراءة الإصدار والمقالة التي أصدرها المركز وأريد أن أشكر جزيل وأشكر أمير شيبة وساقب والجميع الذين شاركوا معنا اليوم وأدعو الجميع لتنزيل إصدار دورية الهجرة القصرية التي تصدر عن مركزنا لتعرفوا أكثر عن مخاطر التأثيرات الهجرة والتهجير القصري والمبررات الرأي التي نناقش اليوم وتأثير أهمية التكنولوجيا والصر الرقمي في تسهيل حياة الأشخاص مهجرين قسلا إذن إيمالي أعود إليك شكرا لك إيمالي وشكرا لجميع المتحدثين وللمستمعين المجردين معنا كان هناك الكثير من الأسئلة التي حاولنا اختيار بعضا منها لكن يمكنكم طبعا لمن لم يتاح المجال الإجابة على سؤاله أن يرسل سيلتهم إلى المتحدثين والشركاء في تأليف هذه المقالة والدراسة وأن يستطيعوا أن يحصلوا على إجابات مباشرة شكرا لكاترين ومدث أيضا وللجميع الذين نظموا وسهلوا عقد هذه الجلسة شكرا لك ماري وشكرا لأيمالي وشكرا لكل من كان موجود معنا إنه من الممتع والجميع جدا العمل على هذه المسألة وأن نكون موجودين جميعا هنا لنتحدث ونتعامل بهذا الموضوع لدينا نحن نية في دائما إحياء النقاشات في هذا الموضوع نحن في أمار مع كل الذين يساهمون في تحسين حياة والنتائج الناتجة عن المبادرات باتجاه المهجرين قسرا إذا كان لديكم أي يعني أسئلة يمكنكم تواصلوا معنا ونحرص دائما أن تتابعوا إصداراتنا وإقتراحاتنا ويمكنكم أن تفعلوا خيارات تنبيه بالإيميل على موقعنا وأن تتابعونا على منصات التواصل على فيسبوك وتويتر ولينكتين وبلو سكاي ترجمة نانسي قنقر